قطعوا حوالي ألفي كيلومتر من بسكرة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين لإيصال هذه المساعدات الإنسانية خاصة في مثل هذه الأجواء الباردة جمع حوالي 185 طن من مختلف الأغذية فيها طمور، فيها ألبس، فيها قضر وفواكه من مختلف البلديات خاصة نذكر بلدية جامعة، بلدية الدوسن، بلدية الغروس بلدية طولغا، وبعض المحسنين ورجال الأعمال من مدينة بسكرة وفيه شخص آخر من ولاية وهران وولاية مفثمسيلة نحن جينا هنا باش نعاونو نتأذروا مع إخواننا الصحراويين اللاجئين في المخيمات الصحراويين باش نعزيد ونعطيوهم دعب معنوي ونفسي نشنين توت نسد استغردات نيويد بسين ما ونت دون يحتاجن أيتمنى صحراويين كان نرقب المعاناة نسن إن شاء الله نطلب ربي إن شاء الله هدي شمر غفزن الهلال الأحمر الصحراوي فمنا كثيرا روح التضامن والتكافل لدى الجزائريين نحن سعداء جدا بهذه المبادرة التي تعبر عن الكرم الكبير للشعب الجزائري وهذا الاحتضان الدافي التضامني الدائم والمتواصل مع الشعب الصحراوي هي مساعدات إنسانية تحكس قوة العلاقة بين الشعبين من مخيمات اللاجئين الصحراويين مفدت التلفزيون الجزائري وهبم الزوج